أنا الآن من بيروت خليل نصر الله المحلل السياسي أهلا وسهلا بك معنا قد يكون هذا أسرع تبني وإعلان إسرائيلي عن عملية اغتيال تقوم بها إسرائيل منذ بدء التصعيد بتاريخ الثامن من أكتوبر تحديدا بعد بدء الحرب على قطاع غزة ماذا تقرأ في ذلك شكرا لك أولا ما نشهد في هذه الساعات ومشابه تماما لما حصل مع اغتيال السيد محسن في الثلاثين من يوليو نفس المسار نفس الاسلوب حتى في التعاطئ الإسرائيلي ليس هناك اختلاف كبير جدا لكن السياق هذه المرة يختلف كثيرا عن السياق الاغتيال للسيد محسن أولا في الأيام القليلة الماضية الإسرائيليون واضح أنهم ذهبوا إلى نقل الثقل إلى الشمال بل من وجهة نظرهم أنه اليوم الشمال هو الجبهة الرئيسية وبالتالي تحدثوا عن وضع خطط وسلوك بعض المسارات لإلى علاقة بتغيير الوضع الأمني كما قالوا وإعادة سكان الشمال من أربعة أيام إلى الآن عندنا مجزرة الثلاثاء واضح أنه مجزرة الثلاثاء أتى الرد عليها سريعا من حزب الله عندما أجاب من اتصلوا بلبنان لن نوقف الجبهة لما لن تقف الحارب على غزة فحصلت المسألة في اليوم التالي له علاقة بتفجير الأجهزة أيضا الاتصال الأخرى له علاقة بالهواتف يعني العفوان الأجهزة التي تستخدم حتى من قبل بعض العناصر في الدفاع المدني أو الإصعافات أو ما شابه وأيضا عناصر من المقاومة وأتى بعد خطاب السيد حسن بن الصلاة ليقول بشكل واضح أنه بالنسبة للهدف الرئيس طبعا بعد ما توعد بمسألة الرد العسير وهذا سترونه كما قال ما ترون لا ما تسمعون وقبول التحدي لرفعته القيادة الاحتلال تحديدا حكومة بن يمين نتنياهو بالتالي تأتي عملية اليوم في ذات السياق أن الإسرائيلي يقولون نحن سنذب بعيدا الإسرائيلي واضح أنه سلك مسارين الأول له علاقة بجابة الجنوب وشهدتموه جميعا بأنه هذه الغارات رفع من وطيرتها باتجاهها أدف أصلا يقصفت في المراحل السابقة أو بعض المناطق تم استدافة والمقامة ردت بمستوى النار أيضا سلك مسار آخر له علاقة بالعمليات الأمنية لأنه يعرف هو بهذه النقطة ومن وجهة نظره وبتقديره أنه يضيق الخيارات على حزب الله أنه يغتال في ضحية بيروت الجنوبية شخصية عسكرية تابعة للمقاومة قد يقول أمام العالم تتخصم بين مدنيين ببين هلالين يعني عفوا من وجهة نظره يعني وبالتالي هو يعتبر نفسه أنه يخود مواجهة عسكرية لكن ببعد أمني تماما كما فعله حتى بالمبسأة الأخرى التي لم يتمناها لأنه هذه الاعتبارات بالاقتصاد والشركات ومشابة موضوع البايد اسمح لي البعض نظر إلى التفجيرات التي حدثت في أجهزة الاتصال الخاصة بحزب الله بأنها اختراق أمني إن كان حسن نصر الله يوجه رسائل إلى إسرائيل ماذا عن وضعه الأمن الداخلي وهل يعجز الحزب حتى الآن في إيجاد حلول للمعضلة الأمنية التي تطال قياداته أولا فقط تريد أن نوه إلى مسألة مهمة أنه باغتيال السيد محسن لم يكن هناك إنجاز أمني إسرائيلي كبير باعتباره أن السيد محسن كان بين الناس أصلا هو كان يشارك فعليات بين الناس بالتالي شخص معروف وليس شخص بعيد عن الأضواء وهذه نقطة جوهرية نحن لا نتحدث مثلا كشخصيات في الكيان الإسرائيلي مثل قائد الوحدة 8200 من هو الأحد يعرف حتى سابقا قائد الموساد لم يكن أحد يعرف هذه المسألة بعد عام 2012 بدأ الإعلام من هو رئيس الموساد أو حتى الآن نائب الرئيس إذن ليس هناك هذا البعض لإلو علاقة بهذه الشخصيات أنه هي غير معروفة الوجه غير معروفة من هي بالتالي وطبيعة المقاومة أيضا بلبنان هي من هذا الشعب فبالتالي هؤلاء الأشخاص معروفون مسألة الوصول إليهم ليست مسألة معقدة جدا جدا فقط هذه نقطة مهمة كي لا يتم المساعدة الكيان استطيع التصفير كأنه قام بعملية خارقة جدا وشخص غير معروف نعم إن الناس معروفة هو له دراع استقباله وقال على رسوله إسرائيل تستهدف قيادات لحزب الله ما الحل؟ لا لا أنا أتحدث عن نفسي عفوا إجابتي ليست في إطار الرد على ما تفضلت به أنا أتحدث كإعلام نحانا كشخصية إعلامية أنه طرف لدى الرأي العام دائما يتلقف الأمور فأنا أوضح هذه المسألة أبدا إن كان أسلح لي سيد خليل إن كان استهداف أجهزة الاتصال لم تؤثر على الحزب كما قال نصر الله استهداف قيادات الحزب ألا تؤثر فيه؟ بالأمس السيد نصر الله أشار إلى مسألة جوهرية جدا وهي ربما أعطى التلميح يشبه التلميح الذي أعطاه عندما تم اغتيال السيد محسن أن المقاومة ستذهب إلى رد مدروس ودقيق بالأمس قال أن عملية الرد لسترونه يعني ما سترون لا ما ستسمعه في إطار مرر كلمة أنه في إطار دائرة ضيقة لدى المقاومة هذا يعني بأن المقاومة أيضا لديها مفاجآت ربما الآن الصورة والمشهد يساعد الإسرائيلي كثيرا فهو فعلا توصل إلى الضاحية وقام بذلك لكن واقعا المقاومة لديها مفاجآت مسألة تأثير عملية اغتيال على بنية المقاومة هذا الأمر شهادناه بعد السيد محسن طيب لو كانت فعلا هناك تأثير لماذا استمرت المقاومة بكما كانت من قبل بل رفعت من مستوى ردودها بل ذهبت إلى تنفيذ عمليات أمنية كما عملية 8200 هي ذات بعد أمني وهذه المسألة المهمة لكان الإسرائيلي ربما لا يدرك أن المقاومة تعرف بطبيعة التفاصيل داخل هذه القاعدة قاعدة الجليلوت وهذا إنجاز وليس معرفة ملاحقة شخصية هي موجودة بين الناس فبالتالي أنا أعتقد لا لن يكون هناك أي تأثير على بنية المقاومة ولن كلنا هذا في المرة السابقة المسار المقاومة يوضح هذه المسألة ليس فقط في لبنان أيضا في فلسطين اليوم في فلسطين هو يبدأ بأنه اختال مروان عيسى واختال رفع سلامي واختال محمد ضيفا لكن واقعا الأرض المقامة مستمرة بل تقوم بعمليات نوعية ومركبة ومدروسة وذات رسائل سياسية كما حصل عند محور في لدلفيا إذن فيما يتعلق بالبنية والردود لهذا الأمر لن يؤثر الإسرائيلي يحاول وحتى في نقطة حضرتك قبل قليل أو عفوا زميركم ذكرها أنه يقول هذا مسؤول عن الردوان إذا هو يحاول أن يقول بأنه أنا أشتبك أو أغتال من هم متواجدون على الحدود واضح شكرا لك خليلة نصر الله محلل سياسي حد التنمي